يراؤون الناس ليحسبهم الناس بأنهم مع المؤمنين ومن المؤمنين لكنهم في الحقيقة لا يقومون لأجل رب العالمين وأرجو أن ننتبه فلا يملك مخلوق على وجه الأرض أن يحكم على نية وقصد أي إنسان هذا علم عند ربي بل كان صلى الله عليه وسلم يعام المنافقين بالظاهر بظاهر ما يبدو منه من أقوال وأعمال حتى لا نتعجل لأنني أرى الآن جرأة وصفاقة شديدة من كثير من الناس من أولئك الذين يتهمون غيرهم بالكفر تارة والتفسيق تارة والتبنيع تارة والنفاق الأكبر تارة ولا حول القوة إلا بالله من أنت من أنت لتتألى على الله جل وعلا ولتحكم على نيات الخلق وبأن فلانا في الجنة وفلانا في النار وفلانا لن يغفر الله له رب الكعبة هذا يحدط عملك التألي على الله يحدط العمل انتبه يا حبيبي ولا تتوهم أنك قد حصلت على صك غفران وأمان ونجاة التألي على الله يحبط العمل كهذا الذي أوبق الدنياه وأخرى بقولي والله لا يغفر الله لفلان فقال جل وعلا من ذي الذي يتألى علي لقد غفرت له وأحبط عملك عياذا بالله فلا تتألى على الله لكن هناك علامات للنفاق العملي نعم ذكرها الصادق الذي لينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في خمس خصال بمجموعة روايتي أبي هرير وعبد الله بن عمر والرواتان في صحيح مسلم وغيره إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا أتوا من أخان إذا عاهد غدر إذا خاصم فجر هذا خصال النفاق العملي ومن صفات المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ثم قال جل وعلا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَا يَذْكُرُونَ اليوم أو الليلة معك أكثر من ترمومتر أكثر من ترمومتر تستطيع أن تتعرف بنفسك على حقيقة الإيمان في قلبك أو على الوقوع في النفاق من عدمه هل تقوم إلى الصلاة وأنت كسلان متثاقل تنشط بين الخلق وإن كنت وحدك فرطت وضيعت وانشغلت بهاتفك المحمول وبصفحتك وموقعك ويفوت الفرض بعد الفرض وأنت لا حياة لك ولا حياة لقلبك ألا تخجل من ربك جل وعلا ألا تخجل من ربك جل وعلا